وقع رئيس جنوب السودان سيلفاكير ونائبه صابق رياك مشار اللذان تتحارب قواتهما منذ خمسة أشهر في أديس أبابا تعهدا الجمعة بوقف المعارك وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تنظيم انتخابات عامة الاتفاق الذي قمت بتوقيعه يدف إلى إنهاء النزاع بطريقة سلمية أتمنى من الطرف الآخر أن يكون جديا بهذا الأمر وكان جنوب السودان يأمل عند استقلاله في طي صفحة واحدة من أطول وأكثر الحروب دموية في إفريقيا لكن النزاع الجديد الذي اندلع في كانون الأول ديسمبر أودى بحياة الألاف إن لم يكن عشرات الألاف من الأشخاص ودفع أكثر من مليون ومئتي ألف شخص إلى النزوح شكرا